في احد اكثر الاماكن سخنة على وجه الارض صدع قسم القارة الافريقية الى قسمين. ونحن بانتظار ظهور محيط جديد. لنكتشف معا كيف سيغير هذا الصدع القاري وجه الكرة الارضية الى الابد. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. القارة الافريقية تنقسم بهدوء. على امتداد كبير جاف من منطقة عفار شرق افريقيا المكان الذي يعد من اكثر مناطق الكرة الارضية حرارة وسخونة. تنقسم القارة الافريقية في اعماق الارض على قمة مفترق ثلاث صفائح تكتونية تنقشر رويدا رويدا. مبتعدة عن بعضها في عملية جيولوجية معقدة. يتوقع العلماء الجيولوجيون ان تكون نهايتها انقسام القارة الافريقية الى قسمين. وانبثاق محيط جديد بينهما في الصدع الذي يبلغ طوله خمسة وثلاثين ميلا. والذي يرتكز في الصحراء الاثيوبية. المحيط الجديد. تم الدراسة المصير التكتوني للقارة الافريقية لعدة عقود بعد الصدع المحدث. وتساعد قياسات الاقمار الصناعية الجديدة العلماء على فهم الانتقال بشكل افضل. بتقديمها ادوات قيمة لدراسة الولادة التدريجية لمحيط جديد. في واحدة من اكثر المناطق الفريدة من نوعها من الناحية الجيولوجية على هذا الكوكب. اذ قال كريستوفر مور وهو طالب الدكتوراه في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة. هذا المكان الوحيد على الارض حيث يمكنك دراسة كيف يتحول الصدع القاري الى صدع محيطي. ويستخدم العلماء رادار القمر الصناعي لرصد النشاط البركاني في شرق افريقيا. وهو النشاط المرتبط بتفكك القارة. كذلك يعتقد الجيولوجيون ان المحيط الجديد لافريقيا سيستغرق ما لا يقل عن خمسة ملايين الى عشرة ملايين سنة لتكوينه. ويعد الموقع الصدفي لمنطقة عفار على حدود الصفائح النوبية والصومالية والعربية مختبرا فريدا لدراسة العمليات التكتونية المتقنة. حيث تتكون قشرة الارض من عشرات الصفائح التكتونية الكبيرة. وهي عبارة عن الواح صخرية غير منتظمة الشكل تتميل باستمرار مع بعضها. او تتسلق او تنزلق او تمتد. المهم انها تقوم بنشاط يجعلها تبتعد عن بعضها. وعلى مدار الثلاثين مليون سنة الماضية لاحظ العلماء ان الصفيحة العربية تبتعد عن افريقيا. وهي العملية التي شكلت البحر الاحمر وخليج عدن بين جزئين متصلين من اليابسة. لكن الصفيحة الصومالية في شرق افريقيا باتت تمتد ايضا مبتعدة عن الصفيحة النوبية. وتتقشر على طول الوادي المتصدع شرق افريقيا والذي يمتد عبر اثيوبيا وكينيا. وقد عجز العلماء عن تحديد السبب الدقيق وراء التصدع الحاصل في القارة. اذ يعتقد البعض ان عمودا هائلا من الصخور شديدة السخونة يتصاعد من الوشاح اسفل شرق افريقيا. ويقود الصدع القاري في المنطقة. لكن المؤكد لديهم انه في غضون خمسة ملايين الى عشرة ملايين سنة ستقسم الحركة التكتونية القارة الافريقية الى قسمين. منشئة حوض محيط. قد يكون الخلاص فيه للكرة الارضية من الجفاف والازمات المناخية التي تعانيها مؤخرا. وبحسب الجيوفيزيائي البحري كين مكدونالد سيمر خليج عدن والبحر الاحمر منطقة عفار ووادي ريفت شرق افريقيا وسيصبح محيطا جديدا. وستكون لهذا الجزء من شرق افريقيا قارته الصغيرة المنفصلة. المحيطات ثروة الكرة الارضية. ان سبعين بالمئة من سطح الارض يغطيها الماء. وسبعة وتسعون بالمئة من هذا الماء يتشكل من المحيطات التي تلعب دورا مهما في النظام البيئي لكرة الارضية. فهي موطن لملايين الكائنات الحية من النباتات والحيوانات ذات الاحجام والاشكال والوظائف المتنوعة. والتي لكل منها دور كبير في موازنة النظام البيئي. ورغم ملايين الدراسات والابحاث المستمرة على مدار الساعة. فاليوم لا يستطيع العلماء القول انهم سبروا اغوار المحيطات وعرفوا كل اسرارها. فهي كنز بيئي كبير بكل معنى الكلمة. حيث تتحكم التيارات المحيطية في تقصي العالم. وتحدث تغيرات في الحياة البيئية. ولا نبالغ اذا قلنا ان المحيطات هي سر بقاء البشر على قيد الحياة. وبسبب الاحترار العالمي والصيد الجائر تتهدد اخطار كثيرة المحيطات على وجه الكرة الارضية. والمحيطات حاليا خمسة. وهي المحيط الهادئ والاطلسي والهندي والمحيط المتجمد الجنوبي والمحيط المتجمد الشمالي. ومنذ عام الفين وستة عشر تم تكليف علماء بالبدء برسم خارطة جديدة للكرة الارضية مع توقع لتمركز محيطها الجديد. فهل سيكون هذا المحيط والمنقذ للارض من الكوارث البيئية التي تحيط بها? شاركنا رأيك في التعليقات.